من وجهة نظر حضرتك أهم الترندات الثقافية اللي حصلت في عشرين تلاتة وعشرين خاصة أن احنا زي ما قلنا كده أنه عالم الكتب أحياناً بيكون في موضة برضو زي الموضة اللي بتظهر في كل المجالات كمان الكتابة والقراءة وعالم الثقافة بيكون في موضة أكيد كان فيه ترند كاتب عمل ترند موضوع عمل ترند كتاب عمل ترند صحيح أعتقد أن أبرز الترندات اللي ظهرت ربما قبل 2023 ظهرت من 2022 هي ترند هو الترند بتاع أغلفة موازية أن أنا باخد الغلاف بتاع الرواية من بعض الساخرين بعض الزرافاء حقيقي يعني بياخدوا الغلاف بتاع الرواية وبيجيبوا مشهد من فيلم ويعني يحطوا عليه اسم الغلاف ويقدموك غلاف جديد يعني إيه فكر كما لو أنك صنع أغلفة هتعمل الغلاف إزاي بس طبعا خفة الدم المصرية المعهودة فالموضوع انتشر جدا وتشهر جدا وتقريبا كل المصريين بما فيهم أنا بمناسبة لعبنا اللعبة اللطيفة دي لأنها كانت حلوة جدا والحقيقة استلمت صديقي العزيز اللي بوجهه له التحية يعني من هنا المصر شهر أشرف العشموي بقى كل ما ينزل رواية لازم أعمل غلاف موازي على هذه الرواية وربما بيحقق يعني مشاهدات أكتر من الغلاف الحقيقي وهو كان مبسوط بده الحقيقي طبعا فكرة لطيفة جدا جدا ترجمة نانسي قنقر